انطلقت في مقر جامعة الدول العربية اجتماعات لجان البرلمان العربي لبحث القضايا السياسية والأمن القومي العربي ومتابعة مسيرة التعاون المشترك وتناولت اللجان بحث كافة الأطر المتعلقة بتطور الأوضاع في اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية انطلقت بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع لبحث القضايا السياسية والأمن القومي العربي ومتابعة مسيرة التعاون المشترك برئاسة أحمد بن محمد الجروان ومشاركة نائب رئيس مجلس الأمة مبارك رخ رينج وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان النائب فيصل الكندري الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني إجرام بحق الكلمة لا فيها أي شيء من حقوق الإنسان ولا فيها رحمة لأطفال والشعوب الفلسطينية تشكي اللجنة والكويت من ضمن اللجنة بأن نخرج بمشودة تدعم المحكمة الدولية قانونيا حتى تكون هناك فعلا ما يدعم المحكمة للنظر في قضايا الشعب الفلسطيني وضع خطة عمل للعام القادم وخطة العام القادم ثرية بمواضيع متعددة منها استماع للمشاريع وبالتالي مناقشة مشاريع مستقبلية مثلا لها علاقة بالعام المشترك وتناولت اللجان الأربع بحث كافة الأطر المتعلقة بتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة في المجال الاقتصادي ناقشنا مواضيع مهمة كموضوع العملة العربية الموحدة وكذلك صندوق النقد العربي ورأت اللجنة على الاستمرار في التباحث مع الجهات المعنية في صندوق النقد العربي وجامعة الدول العربية بالاستمرار في طرح هذه المشاريع التي تعتبر حلم عربي كبير في أن تكون لنا عملة عربية واحدة تمت مناقشة دور البرلمان العربي في تعاون مع ثلاثة تعيش منظمة في حقوق الإنسان وهذا الدور أيضا يعني الآن ترون يعني حب أكثر الدول العربية فعلا أصبح هذا الشيء مو اللي نتكلم عنه اليوم الحروب الداخلية بين بعض الدول العربية التشرد الذي قاعد يحصل لبعض هذه الشعوب الأطفال التعليم يعني أمور كثيرة فعلا أصبحت تؤرق الشارع والشعب العربي وأيضا تؤرق رؤساء الدول العربية إصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والطفل والآدد لإصدار وثيقة الشباب العربي ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إنجازات حققها البرلمان العربي على أرض الواقع مساهمة منه لتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية هند البدراوي تلفزيون دولة الكويت